الانطلاق الرسمي لعملية مراجعة القوائم الانتخابية البيومتري الجرى في الصاحة التابعة لبلدية فدى وترأس المناسبة والي ولاية إينادي غرب الجنرال أحمد كرديو حسين وبحضور رئيس وفد اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاءة الدستوري أبا داود ناندنجيه وبحضور السلطات الإدارية والعسكرية للمحافظات الست التابعة لولاية إينادي غرب في البداية رحب عمدة بلدية فدى إبراهيم بكر بعضاء وفد الكوناريك وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بعدها تحدث رئيس وفد اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاءة الدستوري أبا داود ناندجيه شدد على أهمية توعية وتعبئة الشباب من الجنسين الذين بلغوا سن الثامنة عشر أولاد من ديم الفين وعلم ديم الفين وعلم ديم الفين وعلم ديم الفين أمرهم تم 18 خلاص هم وزاته واجب لهم يشولوا كارت في دينهم هم الأصل يشولون في لفة الماشين يندموا مع الآخرين ما حنان الأول دا وكيداك دايا وكارت عنا في دينهم أما والي ولاية إنادي غرب الجنرال أحمد كاردو حسين صرح بأن عملية مراجعة القوائم الانتخابية تعد في قاية الأهمية بإطبارها من قرارات وتوصيات الحوار الوطني الشامل والسيادي لذا أعطى رئيس الجمهورية محمد إدريس دبيتنو أولوية خاصة بإطبارها تسمح لضمان الشفافية في المراحل الانتخابية المغبلة وتعمل على دعم وتغوية الديمغراطية في البلاد وبالتالي ضمان حرية الرأي والتعبير وناشد والي ولاية إنادي غرب الجنرال أحمد كاردو حسين مسؤولي الأحزاب السياسية والشيوغ التغليديين في الولاية وشجعهم لإنجاه هذه العملية لتحقيق مستقبل ظاهر لبلادنا وولاية إنادي غرب بعدها سلم والي ولاية إنادي غرب الجنرال أحمد كاردو حسين أول بطاقة بيمتري إزانا بالانطلاق الرسمي لعملية التسجيل في القوائم الانتخابية